موسيقى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم أهلا بكم أبنائي وبنات الأعزاء تلميذ وتلميذات الصف الثالث الابتدائي أهلا بكم في أول فيديو في الوحدة السادسة اللي هي بعنوان لما نشوفها مع بعض هنتعرف عليها ان شاء الله وهي عنوانها زي ما احنا شايفينه قدام حضراتكم let's go to the circus ان شاء الله هنتعرف على معاني الكلمات دي وهنتعرف على المعنى بتاع الوحدة بتاعتنا وهنتناول في هذه الفيديو ان شاء الله أول فيديوهاتنا عن مجموعة من المفردات اللي هنتناول فيها بداية الوحدة السادسة طبعا كل الكلام ده موجود في كتابنا الجميل connect اللي هو بمعنى تواصل ما ننساش الاسم ده connect الموجود معنا primary three student book فان شاء الله هنبدأ مع بعض نتعرف على الوحدة بتاعتنا الجميلة اللي هي اللي بعنوانها زي ما كررنا وقلنا قبل كده let's go to the circus وطبعا انتم عارفين كلمة let's خدناها قبل كده كتير وشرحناها بنعبر عن الاقتراح بيها يعني لما نقول let's يعني هيا بينا go to the circus والcirc اللي هو اللي انتم بتعرفوه بيعرض فيه البهلونات والاراجوز وكل الحاجات الحلوة اللي احنا ممكن نشوفها in the circus اللي هو السرك جاهزين معاي طبعا عايز كل اصدقائنا والحلوين يبدأوا يشاهدوا الفيديو دا عشان نبدأ الفيديوهات بتاعتنا ونتعرف على المفردات اللي هتستمر معانا خلال الوحدة السادسة الى اخر الوحدة ان شاء الله جاهزين مع بعض يلا بينا نتعرف على المفردات الموجودة في هذه الوحدة او في بداية هذه الوحدة ان شاء الله اول ما هنبدأ باذن الله زي ما انتم شايفين let's go to the circus let's go to the circus يعني هيا بينا نذهب الى السرك ان شاء الله في هذا الفيديو زي ما احنا عارفين هنعرفكم ان احنا هنغطي الصفحات اللي موجودة امامنا دي اللي هي page 88 and 89 يعني هنتناول two pages صفحتين موجودين في كتابنا الجميل connect ارجو ان كل اصدقائنا يبدأوا يتفرجوا معانا ويشاهدوا معانا الفيديو وعايزكم طبعا تتأكدوا ان الحاجات دي اللي انتو بتسمعوها بتكرروها اكتر من مرة خصوصا نطق الكلمات وان شاء الله اول ما هنبدأ مع بعض هنبدأ زي ما انتم شايفين اهو وعندين مجموعة vocabulary كتير قوي بس vocabulary دي اغلبها واخدينو حاجات متكررة كتير بس في حاجات جديدة عشان الوحدة الجديدة اللي هي unit 6 يلا بينا كده نبدأ نتعرف على المفردات وعايزكم طبعا زي ما انتم عارفين هنعمل ايه في المفردات برافو عليكم هنعمل ان احنا نستمع مرتين twice ونكرر مرتين من مستر كمال جاهزين يلا بينا نبدأ مع بعض ونشوف ايه الكلمات الجميلة اللي موجودة معنا في الوحدة الرائعة دي اللي هي let's go to the circus يلا نكرر مع بعض circus 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 tent 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 clown clown dog trainer dog trainer trainer acrobat 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 juggler 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 short 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 fat fat rain master rain master trapeze artist trapeze artist well done thank you so much for your repetition احسنتم جميعا شايفين كلمات سهلة وجميلة جدا لو انتم متعودين تقروا معايا هتلاقوا معظم الكلمات والمفردات سهل النطق بتاعها لانكم انتم ايه كررتوا قبل كده كلمات كتيرة اوكي تعالوا مع بعض كده ننتعرف على بعض الكلمات ونشوف لو في ملاحظات عليها ولا مفيش اوكي لو بصينا على اول كلمة اللي هي circus circus اللي هو السيرك وانتم عارفين ايه السيرك اللي هو ايه بيكون في عروض بهلوانية بنتفرج عليها وبنضحك عليها كلمة التانية عندي كلمة tint اللي هي الخيمة اوكي سهلة مفيش مشاكل clown هو المهرك ده اللي هو بيطلع في السيرك وبيعمل ايه حركات كده بتضحك الاطفال وبتضحك الاولاد dog trainer dog trainer اللي هي مدرب او مدربة الكلاب عندي كلمة dog يعني كلب trainer المدرب يعني بيدرب الكلب عشان يعمل حركات معينة acrobat اللي هو البهلوان اللي بيقوم بعمل ايه اه حركات بتضحك كده وبتخلينا نضحك معه اوكي juggler juggler اللي هو المهرج اللي هو بيتلاعب بالكرات شايفين يعني عنده مجموعة الكرات هاو زي ما احنا شايفين اهو ويبدأ يتلاعب بيها في الجو ويبدأ ايه يمسكها عندي بعد كده صفتين اللي هي اول صفة short قصير والصفة التانية fat اللي هو سمين او تخين بعد كده عندنا كلمة ring master طبعا عندي كلمتين متركبين على بعض ring يعني حلبة وعندي master يعني مدير يبقى ring master اللي هو مدير الحلبة اللي هو الراجل اللي هو بيدير كل الحركات اللي بتعمل داخل the circus بعد كده عندنا trapeze artist خلي بالك من نطق الكلمة trapeze artist اللي هو الفنان الارجوحة اللي هو بيمشي على الحبل ده وبيحاول انه يحافظ على ايه على التوازن بتاعه وهو ماشي على الحبل very good يلا بينا نرجع نكررهم مع بعض بصوت عالي circus tend clown dog trainer acrobat juggler short fat ring master trapeze artist very good thank you so much احسنتم جميعا برافو عليكم عايزكم كلكم حبايبي تكرروا معاي لان الحاجات دي زي ما قلت اكتر مرة مفيدة ومهمة جدا تعالوا بعد كده نتعرف على extra vocabulary بعض المفردات الزيالة اللي هتساعدنا في معرفة الدرس بتاعنا وفهم الدرس بتاعنا نشوف اول كلمة اهي كلمة نكرر مع بعض glasses 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 why 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 old 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 beautiful beautiful what 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 forget 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 forgot 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 let's let's grandpa 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 well done احسنتم thank you so much اوكي now let's go back again يلا بينا نرجع ونشوف معانيهم ايه طبعا انا مش اقول لكم glasses خدناها كتير glasses اللي هي ايه النظار بعد كده هناخد اداة استفهام بمعنى لماذا وهي why قدنا ادوات استفهام كتير هناخد واحدة تانية النهاردة جديدة اللي هي why بمعنى لماذا لما نسأل عن السبب يعني بعد كده عندي كلمة old بمعنى كبير في السن old قدناها زمان لما بنسأل عن العمر كنا نقوليها من فاكر good how old are you how old are you very good بعد كده عندي كلمة beautiful beautiful يعني جميل او جميلة حد فاكر خدنا كلمة قبل كده بمعنى جميل او جميلة برضو in primary three برضو في منهج الصف الثالث الابتدائي bravo عليك يا جودي بتقولي جودي كلمة pretty pretty bravo عليك بعد كده عندي اداة الاستفهام what what بمعنى ما او ماذا اخدناها كتير طبعا اما الفعل forget بمعنى ينسى والماضي منه ناسية forgot forget forgot خلي بالكم اوكي بعد كده خدنا لما نيجي نقترح نقترح حاجة نعملها على اصحابنا بنقوله ايه let's وخدنا كمان واحدة تانية الاقتراح اللي هي ايه how about برافو عليكم وقلنا الفرق ايه بين let's و how about باحد الدروس برضو ان unit five في الوحدة كان الخمسة good بعد كده عندي grand bar اللي هو جد وممكن اقولكم تقولوها grand bar او ممكن تقولوا grand bar ما بدون الدين يلا نراهم تانية ما بعض بصوت علي let's go are you ready okay let's go glasses why old beautiful what what forget forgot let's grandpa thank you so much احسنتم جميعا very good okay now let's come to something different تعالوا نشوف حاجة مختلفة تاني اللي هي بيقول لي ايه important expressions يعني بعض التعبيرات المهمة and phrases وبعض العبارات يعني الحاجات دي مهمة جدا عشان تفهمنا اكتر الموضوع الدرس بتاعنا تعالوا نشوفهم مع بعض يعني نقرر مع بعض go to go to at the circus at the circus next to next to look like look like look at at look at very good well done احسنتم معنى هم سهلين جدا هنا go to يعني يذهب الى at the circus في السرق next to بجوار خدناه كتير لو انتم فكرين look like بمعنى يشبه وعندي اخر حاجة look at بمعنى ينظر الى look at well done تعالوا بعد كده نتعرف على حاجة مهمة جدا ناخدها النهاردة اللي احنا لو انتم فكرين زمان خدنا مثلا vocabulary المفردات وبعد كده خدنا verbs الافعال النهاردة هناخد حاجة اسمها adjectives شايفين الكلمة دي؟ adjectives فيها الدي طبعا ايه؟ silent ما ننطقش الدي adjectives اللي هي الصفات يعني الصفات دي كلمات بنستخدمها نوصف بها مين الاسماء لان الصفة تصف مين الاسم زي طويل قصير تخين جميل رفيع وهكذا تعالوا نشوفوا عندي مجموعة صفات نكررها مع بعض عندي الصفة والعكس بتاعها وصدها تعالوا نقرأ الصفة والعكس أوكي؟ أوكي يلا نكرر مع بعض 明白 tall cheap short fat fat thin thin old old young young okay very good أحسنتم عندي tall بمعنى إيه طويل very good لما أوصف حاجة أنها طويل لما أقول إيه tall عكس tall يعني إيه short قصير good بعد كده عندي بدين أو سمين أو تخين بنقول إيه fat عكسها رفاية thin طلع لسانك في thin good بعد كده عندي عجوز أو كبير في السن بنقول عليها إيه old old عكسها صغير في السن شباب young very good تاكررهم تاني بصوت عالي tall short short fat thin old young good thank you so much أحسنتم جميعا برافو عليكم إيه رأيكم في عرض الدرس ده اللي هو إيه أول فيديو للوحدة السالسة إن شاء الله يكون جميل جدا بس ركزوا معنا في الكلمات أرجوكم معظم الكلمات تم دراستها سابقا قبل كده خذناها يعني مش هتتعب كتير إن شاء الله لاتس الدرس بتاعنا النهارده اللي هو موجود في ستودينت بوك بيج 88 يعني الدرس بتاعنا والحوار الجميل ده اللي هنشوفه موجود في الكتاب المدرسة صفحة 88 تعالوا نشوفوا العنوان إيه ها يلا نكرر مع بعض بصوت عالي look listen and read very good look طبعا واضح كتير خدناها بمعنى انظر يعني أول حاجة هنبص على الصورة الجميلة دي بعد كده listen هنستمع لمستر كمال هو يقرأ بعد كده read أنتوا تقرؤوا الحاجات دي خلي بالكم قرائتكم للمواضيع دي مهمة جدا جدا عشان تعرفكم إزاي تقرؤوا المواضيع لأن القراءة دي من ضمن المهارات الأساسية للغة خلي بالكم بأول حاجة look بعد كده listen والاستماع مهم جدا لمستر كمال عشان ننطق زي ما بينطق and read وبعد كده بعد ما نسمع تقرؤوا ايه لوحدكم يلا عندنا كام حوار كده هنشوفهم 7 نبدأ number one اهو زي ما انتم شايفين قاعدين في السيرك اهو والناس بتتفرج على السيرك وأدي the clown البهلوان وهنشوف ring master وهنشوف طبعا الأكروبات والclown وكل حاجة يلا بينا نشوفوا اول حاجة هانا اهي موجودة معنا في الصورة اهي لو انتم ايه شايفينها تعالوا نشوفوا العنوان بيقولين ايه هنا اوكي هاني and hana ما ننساش طبعا ايه اصحابنا اللي موجودين في الكتاب بتاعنا هاني and hana are at the circus يعني هاني وهنا قاعدين فين في السيرك grandpa forgot his glasses ويجد ايه ناس النظارة بتاعته اه forgot يعني ناس يا his glasses النظارة بتاعته his glasses طيب نيجي بعد كده number two هنا بتقول ايه where at the circus احنا قاعدين فين في السيرك next to the tent بيجي وار ايه الخيمة قاعدين ايه جنب ايه الخيمة number three او الراجل الكبير في السنة هو بيسأل بيقول ايه what can you see انتم شايفين ايه طبعا احنا عارفين انه هو ناس النظارة بتاعته تمام the grandpa فبقولوه مي what can you see انتم شايفين ايه what does the clown look like يطار المهرج شكلوي number four بورد عليه اهو هاني بقولوي there is a clown فاكرين there is يعني يوجد there's a clown there's a clown اختصار لي there is there's a clown يوجد ايه clown مهرج a ring master ومدير للحلبة and an acrobat وايه وبهلوان كيف number five تمام اهو number five بتقوليه number five he's short and fat دي number seven عفوا نشوف number four ادي number five فهي he's tall and thin بقولوه هو انه هو ايه tall and thin بعد كده number six بقول ايه هو الجدهو لانه مش شايف لانه نظاره مش معاه what does the ring master look like what does sorry the ring master look like يعني ايه ال ring master اللي هو مدير الحلبة شكله ايه برد عليه اهو هاني بقولو ايه he's short and fat اهو he's short and fat يعني هو ايه قصير وسمين او تخين اهو اوكي طبعا كل الحاجات دي بوصفوها المين لجراند با لانه ايه هو ايه forgot his glasses نسي النظارة تعته يلا تعالوا نرجع نكرر بصوت عالي مع بعض honey and hannah are at the circus very good grandpa forgot his glasses okay well done we're at the circus next to the tent what can you see what does the clown look like there is a clown a ring master and an acrobat he's tall and thin what does the ring master look like he's short and fat thank you so much ايه رأيكم قصة جميلة جدا تتكلم عن زيارة the grandpa honey and hannah to the circus الى ايه السرق وهم بيتفرجوا على ايه الجماعة اللي موجودين زي المهرج والبهلوان ومدير الحلبة اوكي عايزكم ترعوا الجومة دي كلها بصوت عالي وهو يا جميلة جدا مجموعة كلمات لسه جداد 2-3-4 يكونوا سهلين ان شاء الله احنا خلاص بصينا واستمعنا وكررنا المطلوب منكم منكم ايه توقفوا الفيديو وتقرؤوا جومة دي او متقروها من الكتاب احنا خلاص بصينا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيع لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اوكي اوكي فاكرين كنا نقول بعد بيتس نجيب ايه انف وانف اختصار لايه انفينيتف اللي هو المصدر وايه هو الانفينيتف او المصدر يا ميستر اللي هو الفعل بدون اي اضافات زائد بقية الايه الجملة يلا كده ناخد مثال واحد بيقترح ان احنا نروح الى السيرك بيقول ايه let's go to the circus اه let's go to the circus يلا بينا او ما رأيكم ان احنا نروح الى ايه السيرك يبقى هنا بنستخدم let's بنفس الطريقة دي للتعبير عن الاقتراح اوكي very good طيب لما نيجي نتحدث عن وجود شيء مفرد في مكان ما فاكرين لما كنا نقولنا ايه في عندي حتتين بنتكلم عنهم عن وجود شيء سواء مفرد او جامع لما نيجي نتكلم عن حاجة نقول توجد عن المفرد بنقول ايه there's ودي there's اختصار لايه there is اختصرناها بthere's وبعدين نحط بعديها a او an زائد اسم ايه مفرد يعني لما نقول يوجد كذا وبنقول there's a او an طب ايه متنحطي ا او an يا ميستر والله الاسم المفرد ده لو بدأ بحرف متحرك والحروف المتحركة لو رجعتوا في الفيديوهات بتاعتنا حروف المتحركة هم ايه a e i o u لو الان الاسم المفرد ده بادئ باحد الحروف الخمسة ده هنحط قبليه ايه an لكن لو بدأ بحرف اخر حروف الساكنة بنحط قبليه ايه a بس المفروض يكون ايه اسم مفرد لان احنا بنتكلم عن الحاجة المفردة بنقول يوجد اوكي ناخد مثال there's a clown يوجد مهرج شايفين كلمة clown حطينا قبليها ايه a ليه لان clown مبدوء بحرف ساكن اللي هو c لكن المثال التاني there's an acrobat تمام ليه قلنا هنا an لانه acrobat مبدوء بحرف متحرك اللي هو ايه ايه جميل يلا نقول الجملتين التاني كده بصوت عالي there's a clown there's an acrobat very good well done اظن ايه لغيت هنا والامور ماشي ايه مية مية اوكي طيب للسؤال عن مظهر او شكل شخص ما يعني عايزين نقول ايه الانسان ده شكله ايه الولد ده شكله ايه او لابس ايه يعني هناخد التركيبة الجميلة دي ايه هي هناخد اداة الاستفهام what what بمعنى ما او ماذا زائد does مش هنقول do هنقول does لان احنا نسأل عن شخص غائب بعد كده هنجيب فاعل مفرد والفاعل المفرد ده يعني اللي هنسأل عنه بعد كده كلمة ايه look like look like التركيبة دي هنركب بيه هنركب بيها مجموعة جمل للسؤال عن شكل او مظهر شخص ما تعال ناخد مثال كده اهو what what does what does the teacher look like المدرس شكله ايه اوكي اي حاجة بحطها لمكان ايه the clown لما نيجي نجاوب طبعا احنا what does the clown look like شكله ايه هنقول ايه the clown هياخد الضمير ايه he بمعنى هو وهي بتاخد معها is تمام but he is tall يعني هو طويل and thin يبا احنا وصفنا بالوصفين دولة انه هو tall and thin very good تعالوا بعد كده نستخدم and فاكرينها اللي هي and واختها ايه but جلنا and بتستخدم للجمل اللي بينهم وبينهم بعضيهم ايه تماثل بمعنى و للاضافة او العطف يعني الاضافة او العطف يعني نجيب حاجتين على بعض تعالوا هنا بنقول ايه the juggler is old and thin فاحنا عملنا اضافة قلنا ايه انه the juggler مالو اللي هو بيلعب بالكرة ده the juggler مالو حاجتين صفة في صفتين is old يعني كبير في السن وايه تاني and thin ولما نحب نضيف حاجة تانية بنقول ايه and و اوكي very good ان شاء الله تكون الامور سهلة وبسيطة جدا لو في اي تعقيدات ولا في حاجة مش فهمنا يريد تكتبونا في التعليقات واحنا جاهزين نعمل اكتر من فيديو عشان نشرحلكم اي نقطة مش واضحة في الدروس دي اوكي thank you so much now let's come to practice بعد ما شرحنا الشرح ده من المفردات و language notes تعالوا ناخد ايه مجموعة practice بزي بي بتطلب منينا اول حاجة بتقولينا ايه choose the correct words اختر الكلمات الصحيحة من بين الاقواص تعالوا نشوفوا number one بتقول ايه let's وبعدين عندي ثلاث كلمات بين الاقواص to the circus طيب هنقول go ولا goes ولا going احنا اتفقنا انه بعد let's هيجي ايه infinitive او مصدر طب والمصدر قلنا ايه معنى المصدر يعني الفعل مجرد من اي اضافة يعني مفوش اي اضافات لو وصينا على goes فيها اي اث لو وصينا على going فيها ing اما ليه الفعل المجرد اهو go يبقى نختار go but let's go to the circus very good طيب number two there's a there is يوجد للمفرد ولا للجماعة جماعة للمفرد لان هي there is تمام هنقول acrobat an acrobat ولا an acrobat ولا clowns لو لاحظنا الاولى acrobat دي جامع في اس جامعه وللاحظنا كلمة clowns برضو في اس جامع لا يبقى لدي لولدي تنفع والمين اللي هينفع اللي هي المفرد اللي يمين اهي an acrobat an acrobat يبقى نختار an acrobat عشان there is بتاخد معاها اسم مفرد very good ok number three what does وبعدين عندي they she we look like ah does the ما بيجيش مع they they بتاخد واصلا we برضو بتاخد يبقى مين اللي بياخد does she يبقى what does she look like very good number four he is tall ها عمل اضافة هنا يعني هو طويل وإيه تاني and thin يبقى ايه الكلمة عايزة اقول و يبقى كلمة and very good يبقى he is tall and thin very good number three what does he بعدين عندي كلمة like وحنا عارفين like بتسبق بكلمة ايه look بمعنى يشبه but what does he look like دي التبارين ده البركتس ده مراجعة لل language notes اللي موجودة عنديكم فوق اهي عشان يجبق كل الامثلة واضحة بإذن الله very good now let's go to the next page وإن شاء الله يكون كل الحاجات دي مفهومة بالنسبة لكم very good بعد ما تعرفنا على الكلمات تعالوا نشوفوا بيزي بي بيتطلب منينا حاجات هنا عندنا مجموعة activities انشطة زي ما انتم متعودين عارفين number one supply the missing letter يعني ايه supply the missing letter يعني هنكمل الحروف الناقصة اللي موجودة عندنا في الصورة اول صورة اهي اللي هو ايه السيرك ايه السيرك سيركس سيركس يا طرق السيركس نقصة حروف ايه ها نبدأ مع بعض من يبدأ معنا يلا يا نور سيركس نور بيقول لنا نقصة اي سي تقبل السيركس بيري جود طيب يلا يا محمود عندي مدرب او مدربة الكلاب اللي هي dog trainer dog trainer كلمة dog عايزة ايه او trainer عايزة اي بيري جود محمود يقبل ايه dog trainer جود بعد كده عندي اللي هو بيمشي الحبلو بيحافظ على التوازن بتاعه ياسين جاهز ها تعرفها ياسين ها trapeze artist trapeze ز يبعا عايزة زاد artist عايزة اي بيري جود ياسين يقبل trapeze artist بيري جود اوكي يلا يرؤى مع بعض جاغلر اللي هو بيلعب بالكرة اهو مجموعة كرات بيلعب بيهم جاغلر بيري جود رؤى بتقولين W هي وبعدين E يقبل جي جي L E R بيري جود يلا يا نوه اللي هو مدير الحلدة رينج ماستر رينج ماستر رينج يعني حلبة او دائرة اوكي ماستر يبعا عايزة اي is very good نوه رينج ماستر very good رينج ماستر اوكي يلا يعارف اكروبات دي واضحة يبعا عايزة اي very good اكروبات عايزة O T اكروبات good يلا ياريم Tint Tint عايزة حرف very good رينج عايزة الحرف اي اوكي يوسف تخين او سمين فات فا اهو ممد اهو بعد الاف فا يبعا عايزة اي excellent very good thank you now let's come to number two بيزي بي بتقول لنا look at the pictures هنبص على الصور الجميلة دي and unscramble the letters يلا انظر الى الصور واعد ترتيب الحروف نبدأ باللون اللي ايه الاحمر بداية الكلمة يلا مين معانا يلا يوسف اه اه اول واحد clown clown اللي هو المهرن ها c very good l o w n clown يلا يا عمر مدربة الكلاب اسمها ايه dog trainer good but d o g trainer t r a i n e r يلا يا مازين طويل دي سهلة هنبدأ بال t good مازين tall tall very good يلا معانا هنا يلا يا هانا اللي هو بيلعب بالكرة ده البهلوان اللي هو اسمه ايه juggler good يلا j u w g l e r very good يلا يا مخلص ring master ring master رو مدير الحلبة ر i n g master m a s d e r good يلا يا حنين اكروبات اكروبات البهلوان اكروبات good a c r o p a t very good يلا نكمل مع بعض very good احسنتم شفين كلمات سهلة وبسيطة بس عايزة منكم مجهود انكم ايه تحفظوا الكلمات ولو شفتوا الشكل دا مش هتنسوه ان شاء الله اوكي يلا نبدأ مع بعض يلا يا ميلينا ميلينا موجود بقولي بيزي بيه هنا بتقوليني ايه read and match هنقرأ وايه ونوصل read and match عندي مجموعة جمل هنا وعندي التكملة بتاعتهم من هنا يلا ميلينا number one بتقولي what can you see يعني انت شايف ايه what ماذا كم تستطيع انت انترى يلا يميلينا هنختار ايه من هنا فكري كده بص على الجمل very good يبقى ايه number one هتاخد بي اللي بتقولي I can see a clown انا شايف ايه مهرك I can see a clown very good يلا يخالي number two نقرأ كده بصوت عالي what does the ring master look like يعني اللي هو مدير الحلبة look like شكله ايه او يشبهه برافو يا خالد خالد بيقولينا بتاخد D he is tall and thin يعني هو طويل و ايه ورفيع very good يلا يانس number three grandpa forgot فاكر كلمة forgot يعني نسية يبقى نسية ايه very good نسية good E اللي هي his glasses very good يلا انس good let's go let's go هيا بينا نذهب very good very good انس let's go to the circus يلا بينا نذهب الى السرك ok يلا يا جودي جهزي نفسك choose the correct words برضا نختار الكلمة الصحيحة من بين الايه الاقواز number one he isn't يعني هو لا يكون tall خلي بالك من isn't d خلي بالك يا جودي من isn't he isn't tall يعني هو ليس طويل ما اللي هيقبأ ايه he is bravo جودي جودي بتقول لنا short طالما هو مش طويل هيقبأ ايه short very good number two يلا يا جمانة what بعدين do does doing the clown look like فاكرين يبقى نحن كنا نختار ايه في التركيبة كلمة does very good جمانة يبقى what does the clown look like excellent very good number three مالك he is tall يعني هو طويل وعايزين نقول وثن ورفيع هنيعمل اضافة هنا يبقى ايه معنى و very good مالك اللي هي and ولي شرحناها طبعا where number four where on ولا for ولا at the circus ها يلا يا رهف where at the circus احنا في the circus very good سما جاهز يا سما اوكي يلا اقري بصوت علي what does بعدين look like اتفقنا في تركيبة الجملة عن ماذا يشبه وليه what does he very good لانه does بتيجي معه very good يلا يا سيف جاهز number five unscramble the following words to make correct sentences يعني هنعيد ترتيب الكلمات عشان نكون جمل ايه صحيحة اوكي يلا يسير عندي at are we the circus هنبدأ بwe يبقى نحن نكون يبقى we are at the circus very good we are at the circus good يلا يا شهاب جاهز يلا عايزك تقرب صوت عالي يلا يا شهاب number two عندي you can what see وبعليين question mark على المتصفة يبقى ايه معنى السؤال ماذا تستطيع انت انترى يلا يا شهاب ارها لي كده مترتبة but what bravo can you see well done احسنت what can you see very good bravo well done اوكي number three يلا يا وليد tall is he thin and وبعد كده في full stop بيقول لي هو يكون ايه طويل و نحير اتوب ايه very good thank you وليد but he is tall and thin لما نريد رتب الكلمات وتدينه جملة مفيدة يبقى احنا الحل بتاعنا صحيح اوكي جاهزين زهيت ولا نكمل يلا نكمل اخر صفحة عشان ما نطولش عليكم اوكي يلا يا اية number six look and take the correct sentence عندنا صورة اهي زي ما انتوا عارفين وعندنا جملتين يا ترى اي جملة تعبر عن الصورة زي ما انتوا شايفين هنا ايه ها سركه وبهلونات واعلام وحاجات وزينة يبقى جملة بتاعتها ايه يا اية very good اية بتقول لنا ايه we're at the circus اهي very good حط علام الصح هنا اوكي يلا يا ابراهيم شايف الراجل دا ماله عايزين نوصفه ها بنقول عليه ايه he's ها tall لا دا مش طول دا مش طويل مال هو ايه he's short and fat يبقى اي جملة very good ابراهيم number two he's short and fat very good اوكي يلا يا محمد number seven punctuate the following عايزين نشوف علامات الترقيم اللي احنا تكلمنا عنها كتير قبل كده تكلمنا عن full stop تكلمنا عن question mark exclamation mark وتكلمنا عن capital هنا هنعمل ايه يلا مع بعض كده there's an acrobat يا طرح نقص ايه فيها يبقى اول حرف فيها يبقى ايه capital واخر الجملة نحط ايه طبعا دي جملة خبرية يعني مش سؤال يبقى نحط ايه full stop يلا نشوفوا الاجابة احي there's an acrobat capital T بداية الجملة وفي اخر الجملة full stop very good now let's come to the last activity copy copy يعني انسخ واننسخ الجملة دي يعني خط نشوف الخط بتاعنا hand writing بتاعنا عشان يتحسن هنطلع الكراسة بتاعتنا الجميلة عشان نكتب السطر ده ونكتبه اكتر من مرة تحته عشان نتعرف على الكتابة الصحيحة للخطوط الخطوط الايه الحروف اللي موجودة في الجملة ايه هي الجملة اللي موجودة عندي what does he look like يعني هو شكله يشبه ايه تعالي نكتبها كده اهي what خلي بالكم من كابتال وفي الاخر فيه question mark but what does he look like بخط جميل والراعي ايه الحروف وكتابتها وبكده يكون احنا انهينا اول فيديو من الوحدة السادسة اللي عنوانها let's go to the circus وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وعايزكم تركزوا على المفردات وعالكلمات اول باول واهم حاجة تحفظوها عشان تكتبوها وبأيضا تحاولوا تنطأوها صح زي ما نطأتها لكم وان شاء الله نتمنى لكم مشاهدة طيبة واي تعليقات من اولياء الامور او من التلاميذ يريد تكتبوهن في التعليقات عشان ناخدها في الاعتبار في الفيديوهات القادمة thank you so much for watching i hope to see you next time ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا